ماذا نكمل اليوم بدرس الـ Lines in a Coordinated System كنا المرة الماضية حكينا عن كيف نجيب الـ Coordinated to midpoint وحكينا كيف نجيب الـ Length to segment بقلب الـ Coordinated System وعرفنا المرة الماضية كيف نحط الـ Coordinated System وكيف إذا كان عنا بـ Coordinated نقرأ الـ Coordinated تعولها سنكمل الآن بالـ Equation Strait Line طبعا الـ Equation Strait Line هنه أربع أنواع سنحكي عنه بالتدريش في الـ Coordinated System في الـ Orthonormal System كل مرة 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 اتفقنا المرة الماضية انه تلخط بقلب الـ Orthonormal System عنده Equation Strait Line ونحنا كنا حكينا عن هذا الموضوع بدرس الـ Proportionality طبعا الـ Equation Strait Line الـ Equation Strait Line y equals ax plus b a و b هنه real numbers y و x هنه عبارة عن abscissa و ordinate لكل الـ Points اللي موجودين على هذا الـ Straight Line لأنه نحن بقلب الـ Orthonormal System إذا أنا عندي خط بيكون عندي Infinite Points على هذا الخط بيكون عندي Infinite Points على هذا الخط كل الـ Infinite Points كل واحدة منهم عندها X و عندها Y كل الـ X و Y هنه هذه الـ X و Y وطبعا تظلها مكتوبة بهذه الطريقة فبيطلع الـ General Form y equals ax plus b هذه الـ Y لازم ما يكون في وراها شيء يجب أن تكون على شكل Y equals ax plus b بالسلايد اللي بعده قلنا الـ Equation Strait Line y equals ax plus b الـ A إلى اسم والـ B إلى اسم الـ A اسمها slope للاين والـ B اسمها y intercept للاين طبعا كل واحدة منهم إلى شغل الـ A اسمها slope وإلى اسم تاني هو Director Coefficient هي اللي بتتحكم باتجاه الخط هيدا الـ Y' و I لنقول الخط جالس هايك بس تكون لـ slope positive بيكون الخط mail to the right فإذاً هيدا الخط الجالس بس تكون لـ slope positive بتكون ميلي على ال right فإذاً أنا آيل هون slope of D is positive yet the line is increasing increasingť يعني mail على ال right لماذا increasing؟ إذاً إحنانا هنا أجدئنا من هون طبعاً نحن نحكي عن increasing and decreasing لازم نجي من هذه المايلة إذانا إحنا أننا من هون متجاه الخط وصلنا إلى الخط ونطلع معه ونطلع معه كما هو الخط increasing لأنه طالعا إذا كان ناعدة الموضوع ، أي أصغر من 0 معناتها الـ line بيكون decreasing أو بيكون إذا كنا the left يعني اذا انا جاي من هون وصلت لحد الخطوة اللي امشي معه فانزل هذا معناته نرجع من عيد فانزل y equal x plus b ال a اسمه slope ال a اذا كانت بيكون الخط increasing او male to the right اذا كانت ال a negative بيكون الخط decreasing او انا احطت ايدي هاك جالسة او male to the left بالنسبة لل b ال b اسمه y intercept ال b هي ال ordinate ال point of intersection between the line and the y axis اوكي ال line مع ال y axis هيدا ال line وهيدا ال y axis بيلتقوا هون هاي هي b وحطيكون هون هي اسمه y intercept of d هي ال b يعني اذا كان الخط مرق مثلا هون ب point three over five بتكون هايدا ال b هي three over five اذا كان هادا الخط مرق مثلا ب one بتكون هايدا ال b one اذا ها هي y intercept اوكي السلايد اللي بعده طيب عنا اكوشن ال line اسمه d اوكي اوشي ما بيحقلنا لا نحكي عن السلوب ولا نحكي عن ال y intercept الا ما نكون نكتبين الاقوشن على فورم ماذا يعني فورم y equal ax plus b هاي هي فورم تعاول ال بس نكتب هون ساعتها بيحقل معناتها انا قبل ما بلش لازم هاي اكتبها على شكل y equal ax plus b يعني لازم جمع ال y قبل ال equal وكل شيء غير ال y بعد ال equal اوكي قطبنا الاقوشن minus 5y بناخدها على ثانية ميلي بتصير هذه y minus 5y بس ناخدها هناك بتصير plus equal 2x بننزلها مثل ما هي minus 3x بتصير 3x انو خطها على ثانية ميلي plus 1 بتصير minus 1 minus 2 صار عندي 6y equal انو y plus 5y equal 2x plus 3x 5x minus 2 minus 1 minus 3 هون ما خلصنا نحن هون ممكن نغلط يعني ممكن واحد يوصل لهون يقول لي اوكي ورا ال x في 5 معناتها ال stop هي 5 لا ال stop هي 5 او ال stop نجيبها من بعد ما نكتب ال equation على هيدا الفورم يعني ال y ما لازم يكون في شيء وراها طيب ال y شيء في وراها 6 نحن بنعرف حتى نشيل 6 بنعمل divide by 6 على المال اوكي 6 5 over 6 طبعا هون انا بقسم 6 يعني هون نحن عنا 6y equal 5x minus 3 بقسم 6 على المال اوكي ها كلها هيك اوكي ونحن بنعرف انو x plus y over 2 هي x over 2 plus y over 2 يعني انا بقدر افصلهم فهون هيدا اللي صار 6y over 6 ها هي هون 5x over 6 ها هي و minus 3 over 6 هيدا هي ملاحظة مع ملاحظة نرجع على اللي كان اوكي لا اللي ورا اللي قبله اه اللي بعد يلا اوكي ف x plus y over 2 بتساوي x over 2 plus y over 2 تمام؟ اذا نرجع لها 5x over 6 minus 3 over 6 5x over 6 minus 3 over 6 ثم دي بتصير عملنا simplify ب6 و ب6 اوكي هذه هي y 5 over 6x minus 3 over 6 عملنا simplify ثلاثة 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 هلأ صرت على y equal ax plus b طبعا هي plus الب هي الـ هي نجد اذا شفنا منس هون ما مش كنا ها هي الـ ورا الـ 5 over 6 هي وانا كتب لكن هون سلوك هو 5 over 6 لانه هي و ي هي هي مينس هارف نمحي ونتقل على سلايد تاني اكزامل تاني حتى نركز الفكرة اكتر تفقنا انه فورم للأقوة 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 هي y equal ax plus b واحدة من الفورمات حسنا اول اكزامل y equal to x plus 4 لا تنسوا يجب ان نكتبها على شكل y equal ax plus b يعني y لا يجب ان يكون في وراها شيء انا ورا ال y فوقي مينس 5 مضطر اقصم على الميلتين بمينس 5 مينس 5 over minus 5 to x plus 4 over minus 5 مينس 5 مينس 5 ومينس 5 بعمل فيهم سمبليفاي بيبقى لي ساعة y بفصل هول 2x over minus 5 2x over minus 5 plus 4 over minus 5 نحن نعرف انه المينس يجب ان نضع تحت يجب ان نضع فوق يجب ان نضع على السطر اذا انا سأضع فوق نحن نعرف ان x plus y over 2 بتسوي x over 2 plus y over 2 فاذا ال y equal هطلع المينس لفوق بتصير minus 2 over 5x هطلع المينس لفوق بتصير minus ضربة plus minus 4 over 5 اوكي؟ هلأ صرنا على شكل y equal ax plus b ملاحظة انه هالتين مرة انا بكتبها انه لما بيكون عندكم x هطلع على السطر هيا امتبهولا انا ما بيكون عندي 2x over 5 هي نفسها 2 over 5 x ليش انه x over 1 لانه x هي x over 1 ف2x over 5 لما ننوصل لهون طيب minus 2 over 5 هي و minus 4 over 5 هي ال-b هي ال-y intercept ال-b هي ال-y intercept مثلا 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 3 over 2x plus 1 over y 3 over 2x plus 1 over 2y equal 7 طيب كمان نفس السؤال هكتبه على شكل y equal ax plus b دايما y قبل equal وكل شيء غير y بعد equal اذا half y ها هي 3 over 2x بناخده على ثاني ميلي بتصير minus 3 over 2x plus 7 طيب بدي كتبه على شكل equation straight line يعني بدي اشيل انا كده شيء من ورا y ورا ال-y في half مضطر ان اقصم على half على الميلتين اصامت على half واصامت على half واصامت على half واصامت على half اذا هاي بقصمة على half وهي بقصمة على half وهي بقصمة على هان half over half بروحوا بيبقى لي y ممتاز هان البعيد ضرب البعيد والقريب ضرب القريب ها حطلكم اياها على جنب حتى انتم بقولوا هان عندي minus 3 over 2 over 1 over 2 البعيد ضرب البعيد ناقص 6 القريب ضرب القريب 2 بيطلع ناقص 3 ثانا minus 3 x 7 على 1 over 2 7 over 1 over 2 كمان نفس الشيء لازم اضرب بعيد ببعيد والقريب بالقريب بس انا اللي فوق ما عندي fraction بحولها إلى fraction هي over 1 البعيد ضرب البعيد 14 الاريد ضرب القريب 1 14 over 1 equal 14 اوك بيطلع الجواب y equal minus 3x plus 14 فلما نصل لهون تطلع slope equal minus 3 اوك دعونا اكتبه فوق اوضح بلك فاذا لما نصل لهون صرنا على شكل ان احنا طلعت معانا plus 14 صرنا على شكل y equal ax plus b فالa equal minus 3 والb equal 14 ما تنسوا y equal ax plus b ممنوع تجاوبه عن slope وعن y intercept الا ما نكون كتبينه على شكل y equal ax plus b فاذا السلايد اللي بعدها سوري طيب طيب هلأ في عنا عندي particular case قلنا equation straight line هي على فورم y equal ax plus b في نوع تاني من ال equation اللي هي على شكل y equal ax اللي احنا اخدناها بدارس proportionality the equation of the straight line d passing through the origin o is y equal ax اي straight line بتمرق بال o بتكون y equal ax بس ال b ما بتكون موجودة بتكون equal zero لانه بالمنطق نحنا قلنا انه y intercept محل ما بيلتق الخط مع y axis طيب لما هالخط بيمرق بال o يعني عم يلتق مع y axis بال o ال o قدي لكو اردينيات تعولها زيرو فاذا علشان هيك ال b اللي هان هي تطلع زيرو فبيبقى لنا y equal ax plus b اي خط بيمرق بال o ال اكوشن تعوله y equal ax طبعا بل يكون oblique ميل يا هيك يا هيك اللي ما رأت معنى منش y equal ax plus b هي عبارة عن خط oblique بس ممنوع يمرق بال o فاذا نرجع مركز الفكرة any straight line passing through the origin o عنده اكوشن y equal ax مثل العادة ال a هي السلوب وال b هي y intercept بس هون 0 كتب لكم انا هون ال a هي السلوب اوك حاطت لكم هون درسامتين طبعا نرجع ال السلايد اللي قبل انا حاطت لكم هون اثنين اول شي هان حاطت لكم انه انا عندي straight line passing through o معنات ال b equal zero اوك وهان عب حاول فسر لكم شو يعني y equal ax طيب عطيت مثل هيدا الخط الاكوشن تعاوله y equal to x هيدا اي هون نحن نعرف انه الخط هو عبارة عن infinite points بس بكونوا كيف collinear طبعا نعني هيدا الخط فيعلي infinite points انا عطيت كم مثل منه عطيت كزا نقطة a c d b طيب a كوردنات تعاوله one two طيب شو خص هيدا الكوردنات بالاكوشن تعاول straight line اني خصها هي اساسة طلعوا مثلا عندي هون انا الاكوشن تعاولي y equal to x y equal to x one two ها هي x ابسسة مثل العادة وهذه هي ordinate y اذا بكتشوفوا relation بين هاي وهاي y equal مرتين x وانا عطي مثال هون y a equal to x a y to a هي اثنين هيدا two equal to 2 طبعا الاكوشن ها هي x to a one two equal to true طلعوا مثلا معي b minus one minus two y y هي minus two بتساوي two ضرب ال x التي هي minus one طلعوا بهذا الاكوشن مثلا y one وx 0.5 هيدا الone هي مرتين 0.5 هيدا الone هي بتساوي مرتين ضرب 0.5 فكل الpoints اللي على هيدا بيكون relation بين ابسسة تعولة والاوردينات تعولة على شكل y equal to x يعني عطول y بتساوي مرتين x 2 واحد الاثنين هي مرتين الواحد واحد ونص الواحد هو عبارة عن نصصين اثنين 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 واحد بتساوي اثنين ضرب 0.5 فكل النقاط اللي على هيدا الستريت لاين بيكون relation بين x و y تعالوا على y equal to x اللي هي الاقوائشن للستريت لاين حتى تلكون هون كذا مثل احكيت عن a b نفس الشيء شوفوا c طبعا هذا الفورم انا ماخده من الفورم هاي y equal to x y c equal to x y y 1 2 2 x 0.5 1 equal 1 true معناته مضبوطة اثنين كل الخط بيمرء بال O الاقوائشن بتكون y equal ax طبعا السلايد اللي بعده طبعا هلا عنا نوع ثالث من الاقوائشن صار عندي نوعين y equal ax plus v اللي هو عبارة عن الاقوائشن لحيال خط ما بيمرء بال O y equal ax هو عبارة عن الاقوائشن لستريت لاين بيمرء بال O و الاقوائشن الاحتمال الثالث الاقوائشن D parallel to the x انا اعطيتوا الاقوائشن اللي احتو اوضحكم الفكرة هيدا orthonormal system وهيدا عبارة عن straight line parallel to the x axis اوكي فاذا هلا بالمنطق اذا بشوفوا كل القوائشن اللي على هيدا الخط هاتوا نجربها انا حاطت انه هيدا النقطة هي B هيدا القوائشن اللي هون القوائشن تعوله الابسيسة 1 والاقوائشن B فإذا 1B هيدا القوائشن الابسيسة تعوله 2 والاقوائشن تعوله B هيدا القوائشن ابسيسة تعوله 3 والاقوائشن هيدا القوائشن ابسيسة و ابسيسة 2 من الملاحظ اذا تلاحظوا كل هؤلاء النقاط اللي موجودين على هيدا الخط عندهم Y ال-Y لهيدا النقطة B ال-Y لهيدا النقطة B ال-Y لهيدا النقطة B كلهم عندهم Y تكون الإقوائشن لهيدا الخط Y equal B فإذن أي ستريتلاين بالقوائشن بالقوائشن بتكون الإقوائشن تعوله Y equal B لماذا؟ فسرت لكم لماذا؟ أي ستريتلاين بالقوائشن 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 احفظوها بالعكس بالقوائشن بالقوائشن هي Y equal B ببطن عندي AX Y equal B فقط لماذا؟ لأن كل النقاط اللي موجودين على هيدا الخط عنده same Y like B فإذن Y equal B فإذن أي ستريتلاين بالقوائشن عندها Y equal B طيب السلايد اللي بعده لا اللي قبل The equation of the straight line D parallel to the X axis is الآن لدينا الرابع الحال الرابعة اللي هي الأخيرة أنه يكون عندي خطة بالقوائشن كمان أضع لكم مثال وهذا وهذا بالقوائشن بالقوائشن هنا مرق بنقطة اسمه A طبعا هذه ما تكون ثلاثة ثلاثة إذا يأخذ كل البوائشن لاحظوا معي هذه البوائشن البوائشن الآبسسسة تعول A و حيث هنا يوم هنا 2 طبعا الآبسسسة تعول A والبوائشن ثلاثة الآبسسسة تعول من الملاحظ من الملاحظ أن كل الوضع على هذا الخط عندهم أبسسة أبسسة يعني هنا X equals A هنا X equals A فبيطلع الإقوائشن لهذا الخط X equals A الإقوائشن بالحطة للحطة للحطة X equals A هنا نتبه لشغلة أنه هذه الإقوائشن لا تصدر فإذاً السلوب لا تصدر والY إنترسيب كمان لا تصدر فإذاً ما عندها سلوب وما عندها Y إنترسيب ليس أنه Y إنترسيب 0 لا إذا ملاحظين أصلاً ما تقطع ال-Y أكسس نحن نعرف أن ال-Y إنترسيب هي محلما الستريت لين يقطع ال-Y أكسس ما تقطعها فإذاً نرجع من عيد بالنسبة للآخر حالتين أي خط ببارلل على X أكسس ستكون الإقوائشن تعاوله Y equals B حفظوها بالعكس ببارلل على X أكسس ببارلل على Y أكسس ببارلل على Y أكسس ببارلل على Y أكسس ببارلل على Y أكسس ستكون الإقوائشن تعاوله مثل ما ترى X equal كذا حسناً نحن نتفقنا أنه هناك أربع أنواع أول فرم Y equal AX plus B Y equal AX حسناً Y equal B نحفظوها بالعكس Y equal B يعني ببارلل على X أكسس Y ببارلل على X X equal A ببارلل على Y أكسس هون السلوب تعاوله A وحزيد Y intercept هون Y intercept B Y equal AX السلوب تعاوله A Y intercept 0 لا يوجده يعني هناك أربع 0 Y equal B Y equal B يعني هي Y equal 0X plus B يعني السلوب 0 والY intercept B بالنسبة للX equal A بدنا نحفظ X equal A هي ببارلل على Y أكسس هذه ما عندها سلوب وما عندها Y intercept فإذن السلوب وكما الY intercept فإن السلوب الآن سألنا سؤال أنه نحن الإجابة لل axis of coordinates axis of coordinates أظن فيهن X axis و Y axis هون اسمهم axis of coordinates طيب الأرثولون السلوب اللي هو X prime OXY prime OY ما X prime OX هي تعتبر straight line يعني كمان عندها إجابة الإجابة للX axis هي Y equal 0 ما نحن اتفقنا أي خط بالparallel على X axis الإجابة تعوله Y equal B والX axis ما هو مارئ بالO فإذن Y equal 0 والإجابة للY axis هي X equal 0 إذا بدكم نحفظوها بالقلب X axis Y equal 0 Y axis X equal 0 ما تنتبهوا بس يكون عندي straight line بالparallel على X axis ببطل Y equal 0 بصير Y equal B أوكي Y equal 0 هي الإجابة لل straight line X axis والإجابة لل Y axis هي X equal 0 أوكي بننتقل على سلائدتانة ثانية ثانية كيف نرسم straight line يمكن أنا أعطيكم الإجابة وطبعا كمان نحكينا عنها بدرس كيف نرسم straight line knowing it's equation أنا أعطيكم الإجابة للإجابة وقالكم ارسوموا هذا الخط مثال plot a line D of equation Y equal to X minus 1 نحن نعرف إنه straight line عنده infinity points عليه أنا لحتى أرسم straight line أنا بحاجة أعرف two points على هذا straight line أنا إذا أدرت أعرف two points على هذا straight line بحطهم على Aural Thermal System بوصلهم ببعضهم بيطلع معي straight line يعني y equal to X minus 1 لأرسم أنا طبعا تبهوا العنوان كيف نرسم how to draw a line knowing its equation y equal to X minus 1 نعمل هذا table صغير نعمل table X صغير نحط here X here Y 2 1 2 X نحن نفترضه من رأسنا يعني فينا طبعا نحن نفترض X اللي بدنا إياها let X equal 0 1 2 3 100 اللي بدكم إياها طبعا أنا لما بيكون عندي orthogonal system على الوراء بيكون ماكسوم معي مثلا أنا بالرسمة عندي ثلاثة ما بفترض X أكثر من ثلاثة أو كيف ترسم الرسمة أنا حر فين أفترض اللي بدنا إياها بس أنا معي بالارثورمال سيستم مثلا على اللوح ماكسوم من ثلاثة ما بياخد X أكثر من ثلاثة أنا افترضت X equal 0 و كانت من الشرح هنا هذه نحن من نقية اللي بدكم إياها 0 1 2 minus 1 و انتم حرين X equal 0 Y مش عزوئة لا هذه X equal 0 بعملها بعملها بقلب الإقوائشن هي Y equal 2 times 0 لأنه أنا X نقيتها 0 minus 1 2 times 0 minus 1 2 times 0 0 0 minus 1 فإذاً لما X كانت 0 طلعت معي Y minus 1 هذه أول فإذاً إذاً 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 X Y equal 2 times 1 minus 1 هذه هي 2 times 1 2 minus 1 فإذاً إذاً إذاً صار عندي 2 points طبعا فينا ناخد نحن point 3 حتى نكون أكيدين أنه رسمتنا صح 2 بكفة ثلاثة للتأكيد طيب أنا بهذه العملية طلع لي نقطتين أول نقطة هي abscissa يعني 0 minus 1 وتانية نقطة 1 0 0 abscissa minus 1 هيا 1 1 1 abscissa وقلت لكم من هنا منطلع 0 هي أول point وهي ثانية بجيبها المصدرة برسم هذا الخط طبعا لما بدي أرسم الخط ما بوصل النقطة من هنا ومش segment هو straight line طبعا برسم من هنا وبطول وعظهر بكتب اسمه أنا بكون أعطيكم شو اسمه أوكي يا بتحطوه فوق يا بتحطوه تحت أنتو حري بالسلائد اللي بعده نقطة مثال كمان دروي دي 1 دي 2 دي 3 دي 1 y 3x نفس العملية أنا بس بدي أرسم straight line أنا بحاجة أعمل هيدا التابل الصغير هيدا التابل فأزان تفعل أنه أنا بناء ال x من عنده let x equal 0 إذا x equal 0 بجي لهون 3x0 0 هيا إذا x equal 1 أوكي y equal 3x1 3 صار عندي نقطتين أول نقطة 0 0 وثاني نقطة 1 3 أوكي بروح على الرسمة فأزان هيدا y prime وهيدا x هيدا 0 0 تمام النقطة الثانية هي 1 3 1 من هون بطلع 3 أوكي هيدا الخط البلو سمعيني D1 D1 فأزان هيدا الإكوائشن أوكي طبعا أنا ما بنرسم y equal 3x مشكل حدا بيطلع معه straight line لازم كل يطلع معنا نفس هيدا D2 إكوائشن y equal 2 طيب الإكوائشن y equal 2 x equal minus 1 هؤل الإكوائشن لما بدنا نرسمه ليس بحاجة ليس بحاجة ليس بحاجة ليس بحاجة فينا نرسمه بباشرة طيب y equal 2 اتفعنا أنه هي y equal 2 y y equal 2 هي y equal 2 هي y equal 2 ستكون هاي طيب طيب ما بعمل أنا؟ طلع هيدا الرقم شو هو؟ اتنين انا بديها تكون هاي هاي هيدا 2 وبرسل من هيدا 2 خط هاي x equal minus 1 x equal minus 1 هي عبارة عن straight line y يدعها على هيدا 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 بصلاح هيدا 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 رقم شو أتبصل على X هيدا 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 لو أني achievement y pool ó سلايد انتم ترسم الان كيف تراحل اذا رأس لطفن بشكل محام انا أعطيكم ويليص لطفن وبعدكم الان اتقوم بطworld وما أريد أن أضع نفي كيف أستطيع أن نعرف إذا هذا الصور موجود على هذا الصدط فάνه تدومATرسمي أنا أجد انتظار ب school اذا هيدا الأنباب الموجودة على سوق الصدط ولا لا هذا هو النBlاء ؛ hac تشك ألاشaaaa ما يевойوان الموجودة على النقاط و كنت يعطيكم الأنباب لمؤتمر الموضوعات الكواردين طبي 급 سأقوم بتغيير الوضع 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 في الوضع الوضع يعني النقطة اللي أنا أعطيكم إياها سأكون أعطيكم ال-x وال-y تعولها هال-x وال-y بتشيلوا ال-x بتعملوا ال-replace بال-x اللي بقل بالأوضع وبتشيلوا ال-y التانية وحدة بتعملوا ال-replace بقل بال-y تعول بالأوضع إذا استمرت هذه الوضع الوضعучات أن اجعل ال-replace لهذه الثانة إذا طلع معي بالمكتشف Will verify the equation ما يعني verify the equation ؟ فطلعوا من معا ما أعملت replace جواب 5 equals 5 هذه معنى اذا اجعل معي أنا جواب مضبوط معنى أنها تكون ال-point على ال-line جواب ليس مضبوط ولكنة لست تكون على ال-line نعمل سبستيتوت لل-coordinate بالقل بال- equilibrio ه هذا فقط ب المنزل الروه نرى اللفه ستكون الروه ستكون الروه و равно إذا لنهر الروه و نرى إذا منا Fareed لاذا هي الروه Class لها بالقلب حسد بعد Lima و وهذه الي صاحة ليvere مكانها يسبب و سوف تح Sevما اقام الى عمل لسى عمل كما يطلب للملابهم باقربة الرمال بس باكتعملوا ريبليس هاهي الإقوائشن مثل ما شايفينه أنا بدي أعمل ريبليس الـ .A بس بزيد هون YA XA YA equal minus 2 XA plus 3 بدي شوفه إذا مزبوط طيب هدي الـ Y للـ A 1 حط 1 equal minus 2 هيده minus 2 times X للـ A X للـ A كمينة 1 plus 3 minus 2 times 1 minus 2 minus 2 plus 3 1 طلع عندي جواب 1 equal 1 طلع عندي جواب مزبوط بس يطلع عندي جواب صح معانيها النقطة موجودة على الخط طلع معي 1 equal 1 معانيها جواب true معانيها بقول than the point belongs to the line نقطة الثانية بتشوف الـ B طيب الـ B minus 1 minus 5 تمام نفس القصة بدي أعمل ريبليس لهول الـ كوردينيات تبقى هاتنين تبقى هاتنين اسمهم كوردينيات بل بالإكوائشن اشتفقنا منحط B منحط B هي Y B equal minus X B plus 3 بدي أشوف إذا بتساوية الـ Y للB ناقص 5 equal minus 2 minus 2 X للB minus 1 times minus 1 plus 3 minus 2 times minus 1 plus 3 5 minus 5 equal 5 غلط إذا طلع معنى الجواب غلط معناتها الـ point مش على الـ straight line بكل بساطة بعمل ريبليس X والY بالإكوائشن جواب صح than the point belongs to the line الجواب غلط هي معناتها الجواب غلط minus 5 equal 5 معناتها doesn't belong ويجب أن نتعلم السلايدي اللي بعده الـ relative position of 2 straight line أنا بالقلبي إذا بدي أرسم اثنان straight line في كتير احتمالات ذيكون عندي position بينهم يعني في احتمال يطلعوا parallel في احتمال يطلعوا perpendicular في احتمال يطلعوا intersecting أو intersect بنقطة واحدة بس مش perpendicular في احتمال يطلعوا confounded يعني في بعضهم يعني أنا في احتمال أرسم D1 و D2 ويطلعوا في بعضهم طبعا هون منسأل السؤال لأنه نحن نعرف أن كل إكوائشن عندها خط واحد بكل إكوائشن بدأ نعمل division by رقم محدد وتطلع حيزة الأخير وهلا نشكي طيب العنوان relative position of 2 straight line position parallel perpendicular intersecting let D equal y equal x plus b وعطيكم وعطيكم straight line y equal a prime x plus b prime طبعا هنا هنا slope a y intercept b slope a prime y intercept b prime حسنا فإذن هذه two straight line بقلب orthonormal system احتمال الأول كيف نحن نعرف كمان من دون ما نرسم أنه أنا عندي two straight line parallel من دون ما نرسم طبعا أنا أعطيكم d و d prime منطلع إذا كانت a equal a prime يعني إذا slope الأول خط أدل slope لتاني خط بس بس doesn't equal بعضهم بيكون هذا الخط و هذا الخط بالparallel يعني بالعادس كمان صحيح إذا الخطين كانوا بالparallel يمكنني أن a equal a prime برجع بعيد بطلع بهال من بعد ما يكون كاتبهم على شكل y equal ax plus b إذا a أدل و b غير b prime هؤلاء الخطين مثلا مثلا study the relative position of the line d 2x equal minus 4y plus 3 و line d prime y equal minus half x minus 2 أهم شيء ما نتصرع أنا ما بيحق إلا تصرف ولا أي تصرف قبل ما أكتب الإكوشن على شكل الإكوشن يعني على شكل y equal ax plus b هاي مثلا جهزة ع شكل y equal a x plus b هاي لا هاي أتفقنا بالسلايد اللي ما رأوه أنه لازم نحط y لحال وكل شيء غير الواقع ثاني طيب ها أحكيكم عن الستيب الستيب الأول لازم اكتب the line d in the form of an equation of straight line يعني على y equal ax plus b بالستيب الثو بدي أعمل compare للا إذا كانوا equal لبعضهم هنبلش 2x equal minus 4y plus 3 minus 4y أخذت لهونيك بتصير 4y 2x جبناها على الميلي بتصير minus 2x plus 3 الواي ممنوع يكون في وراها شيء شو في وراها 4 لشي لا لازم اعمل divide by 4 على الميلتين بتصير 4y over 4 minus 2x plus 3 over 4 فينا نفسون يعني بتصير minus 2x over 4 plus 3 over 4 therefore the line d إذا عملت simplify بي 2 بي 4 بي قال لي هنا وهن الاربعة و الاربعة بي روحوا y equal minus half x plus 3 over 4 هيك بكون كتبتا على شكل y equal x plus b هلا بشوف السلوب هن minus half هي تعاولي line d line d prime السلوب تعاولها minus half ممتاز طلع السلوب equal البي هون minus 2 والبي هون 3 over 4 ليس مثل بعضهم السلوب equal y intercept different than the two straight line are parallel هك بتطلع على الإكوائشن بالparallel السلايد اللي بعده كنا شفنا كيف من برهن خطين parallel بالparallel هلا ما نشوكي من برهن خطين perpendicular اوكي من برهن خطين perpendicular a times a prime equal minus 1 طلع بالسلوب لأول خط وبالسلوب لتاني خط بدرب هولين الاثنان سلوب ببعضهم اذا ضرب السلوب ك-1 نضرب السلوب للاول ضرب السلوب للتاني اذا ضربوا نطلع minus 1 بكونوا هولا اثنان perpendicular وهذا بالعكس بالعكس مضبوطة يعني اذا كانوا نقول هذا الاحتماع طيب انا بصر لا بطلع من هنا اثنان a equal a prime بضربهم يعني اذا انا عندي y equal 2x plus 3 y equal 2x minus 5 طيب انا لماذا بدي اضربهم اوكي ما نبين واضحة ان السلوب للأولى equal السلوب للتانية معناته هؤذي الخطين parallel طيب اذا مش equal بدي اجرب اضربهم وطبعا هذه الخبرية كلها من بعد ما نكتبها على شكل y equal x plus b بضرب للتاني سلوب بدي اطلعهم minus 1 مش 1 minus 1 اطلعهم اطلعهم بدي اطلعهم اطلعهم بدي اطلعهم y equal y equal y equal y equal y equal 1 minus radical 2 x minus 4 اطلعهم 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 بدي اطلعهم y equal a x plus b هذه كلها تعتبر a كلها السلوب 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 على شكل y equal هذه كلها مضروبة x وهذه b اطلعنا السلوب هناك 1 minus radical 2 اطلعهم اطلعهم 1 plus radical 2 1 minus radical 2 اطلعهم 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 القاعدة اطلعهم 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 a d طبعا من المتعرف a slope slope t times slope d 1 plus radical 2 times 1 minus radical 2 اذا تذكروا هذه على فور a plus b times a minus b بدرس الالجبريك التي تساوي a 2 minus 2 1 2 1 1 اطلع 1 معناتها than d اطلع 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 d y equals x 5 d y m 2 x plus 2 و m d d d d d d d d د لم يقبوا برهن d 1 السؤال هي هذا السؤال في f لأننا نتفقين بعض f هي اعتبر given dist Kris 1 مطالب مني برهن d d m إذا ستكون تصور انا معي 5 a y x طيب ، الهدف لأول خط y equal x طبعا y equal x يعني 1x يعني slope 1 هذا d prime الهدف لأوله ، الهدف هو كل شيء على جنب x مضروب فيه m2 minus 1 طالما أنا معي هنا d perpendicular هو قال لي معناته على الأكيد slope d prime equal minus 1 حط كل شيء بهم تبع من الهدف slope d 1 slope d prime equal minus 1 طبعا m2 minus 2 ضرب 1 تبقى m2 minus 2 equal minus 1 مناخد هيدا المينس 2 لهون بتصير plus 2 plus 2 minus 1 m2 equal 1 m equal plus or minus 1 ما تنسوا كذا عندي m power 2 equal 9 m equal 3 or m equal minus 3 مش تعملوا و تقولوا لي m equal 3 بس بكون الجواب ساعتها ناقص هي 3 or minus 3 هيدا القصة بتزبط معاكن لما تكون عم تشغل جيومتري متى ما حكينا مرة الماضية بس كون عم تشتغل البيثاغوريس بتزبط لأنه بالجيومتري أكيد بس برات الجيومتري لا سوف نقص 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 احتمال الثالث اول احتمال لدينا ان الخطان ممكن يكونوا باراليل ان الخطان ممكن يكونوا بارفنديكنا الاحتمال الثالث نقص انه يمكن ان الخطان يكونوا مستحيل مستحيل يكون خطان يمرقوا في بعضهم مستحيل لأن كل الخط عنده اكوشن واحدة لما الخطان يطلعوا اكوشن معناته هذي الاثنين عندهم اكوشن ونحن مش منتبهين اوكي كيف يعني اول شي لا يطلعوا خطان اكوشن يعني عندهم نفس الاخوشن يعني لازم تكون ا مثل ا اذا انا اشترك بقيت طبعا احنا بالقاط بارالل بارفنديكنار اول شي لايه لازم الاكوشن نكتب عشكل هي خالصة هي خالصة هي خالصة هذه مش خالصة لأنه ورا الواي في اتنين بديكتبها بقسم على اتنين على المالتين هكتفقنا 2 2 يروح يبقى لي y minus x over 2 4 over 2 هالاكوشن يا جماعة y equal minus x over 2 plus 2 هالاكوشن لسلوب تعوله minus half هون في minus 1 بدناش نضيع بتقلي السلوب minus 1 ميش minus 1 هادوشن بنعمل فيها فها اذا بالكتبها بتصير y equal minus half x plus 2 بشيد هاي لكن شو صار عندي D' السلوب تعاوله ناقص نصف والالتحولi 2 D' السلوب ناقص نصف والالتحولi 2 والالتحولi 2 و نفس السلوب و نفس السلوب معناها نفس الخط هذا اللي انا كان قصدي اقوله كان قصدي اقوله انه يعطيكم الكلام وهي الكلام اكتب تفكرون انه مطل بعضهم ولكن إذا أضبطتها وبقسم الأخري تطلع هنا نفسها فإذن هاي طلعت هنا نفسها معتها هذين الخطتين طيب سلايد اللي بعده انترسكتنج ستريتلاين صاروا تلاتي قبل بارالل وبرفنديكيلر وكونفاوند انترسكتنج ستريتلاين إذا الخطتين لم يكنوا ببراللمعت هذين يلتقوه طبعا البرفنديكيلر هي واحدة من انترسكتنج لكن الاحتمال الأكبر انه هون يكونوا انترسكتنج ومشا نترسكتنج مثلا انا عندي ارتنوما هيستم عندي هذا الخط وهذا الخط هو انترسكتنج كيف منعرف ان الخطتين انترسكتنج؟ بكل بساطة بيكون الاسلوب لأول ليس قد الاسلوب لتاني إذا الاسلوب لأول لا يسيبون الخطان يكون الخطان مباشرة فإذاً إذا لا يقوم بـ A' فإذاً D و D' يتحدثون فإن الواقع هو صحيح أيضاً مثلاً 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 ما هو الرئيس الوضع بين D و D' طبعاً عندما يسألني عن الرئيس الوضع يعني أنتو أو أنا كأستاذ أول شغلة أحاول أن أفكر فيها أن تشاهدون إذا بارالل أو بربنديكولر قبل كل شيء لأنه لا أحاول أن يخطر ببالي أول شغلي يخطر بباله التلميذ أو أنا أن يكونوا بارالل أو بربنديكولر Y equal to X مكتوبي خالصاً على شكل Y equal X plus B Y equal minus X plus 1 أيضاً نفس الشيء فإذا بارالل A 2 A prime minus 2 يعني ليس بارالل نضربهم ببعضهم 2 times minus 2 minus 4 ما طلعاً minus 1 2 times minus 2 minus 4 minus 4 يعني ليس بارالل يعني ليس بارالل يعني ليس بارالل ليس بارالل هذا الاحتمال أنه طلعت A equal to 2 sorry والA prime equal to minus 2 طلعوا مختلف والعضاء ها يكونون بأمان عندما تلك اثنين اثنين بأمان يكونون بارالل مخصصاً فإذاً الملاحظة هنا أنه أنا من المثال الخطان يصري فين المثال طبعاً ما نخيف المثال ابتداء الثاني أو السؤال إذا خطان كانوا بارالل لا يوجد مدينة بينهم معنى تخلصة الخبرية هنا إذا كانوا يلتقوا إذا كانوا يلتقوا إذا كانوا يلتقوا بنقطة هذه النقطة أنا أعمل بقلب أورثوناومي سيستم عندها أبسسة و عندها أوردينيت عندها أبسسة و عندها أوردينيت طيب بقدر أجيب الأبسسة والأوردينيت للانترساكشن بين الانترساكتين أكيد كيف نحكي عنها بالسطايد الثاني